عادت أزمة الأقود لتتصدر مشهد المعاناة اليومية في مدينة كاركوك بمحافظة التأمين طوابير طويلة من السيارات تنتظر دورها لساعات وأحيانا لأيام واحتكار وأسعار مرتفعة في السوق السوداء بارحة من الساعة السبعة إلى ربعين صباح جيدة دمس سراء إلى الساعة عشر بالليل قال ماكوغاز حق قال حتى بالمستوداء ماكوغاز والله العظيم جره واحدة بقيت هنا للساعة عشر بالليل آخر شيء فرقناه اشترينا قاز تجاري بشبه ربع طبعنا بيع على باب الله هو الشيء بالمواطن قاز بانزين نفط يعني احنا حسنا نحسب القاز بهالازدحام والنفط النفط باشه الشيء صينه والله صين المذبح هذه الاختناقات في محطات الوقود من أجل مادة القاز ردها البعض إلى أصحاب المحطات الذين يتحكمون بساعات العمل والكمية الممنوحة لكل سيارة وآخرون لعدم تسديد المستحقات المالية من قبل أصحاب المحطات الأهلية في حيث ردها البعض إلى المتجرة بهذه المادة ما تحصل لأن ازدحام يروح يمقاد عمليات فلو يساوونا يا بلو احنا ناخذ اسا 200 وثماني لتر لو يساوونا يا 75 كل أربعة يام 75 كافي حتى بس أزمة لايضا مثل قبل قبل شنا ناخذ كل أربعة يام 75 و40 صار هاي الأزمة والناس قام بتاخذ الأربعين يروحي بيعا ناس يقولون ما يجهزون ناس يقولون والله البنزيخانات عليها ضريبة أو عليها غرامات مية بالمية مية بالمية من الضررين طبعا أبو الشغل ما يقدر يشتغل براحته أكثر العالم هم شغل وين الشغل أكو عالم جاعدها السعي يفول يروحي بيع يقول لك أنا شغل ماكو كرو ماكو أبيحن أحسن لأن السعي صارت تجاري بألف ونص أزمة وقود الجاز في كاركوك مدينة الذهب الأسود ألقت بذلالها على المواطن وأتعبته كما الأزمات الأخرى في كاركوك ومدن العراق كافة